تشهد تونس موجة تعينات وإقالات لمسؤولنا في مؤسسات حكومية ومناصب قضائية وذلك في إطار حملة محاربة الفساد التي تعهد بها الرئيس التونسي قيس عيد وخلال الأيام الأخيرة كلف رئيس البلاد علي مرابط بتأسير وزارة الصحة خلفا لمحمد ترابلسي كما أعفى سعيد عددا من الوزراء من مهامهم من بينهم وزيراء العدل والدفاع وفي سياق المتصل تم أصدر قرار بمنع 12 مسؤولا من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان المجمد منعهم من السفر بسبب شبهات فساد في نقلي واستخراج الفوسفات عن هذا الموضوع دعوني أرحب بانضمام ضيفي من تونس معنا الصحفية الاقتصادية جنات بن عبدالله والكاتب الصحفي عبدسلام الهرشي أهلا بكم أبدأ معك سيدة جنات حقيقة في الحرب على الفساد في تونس اللي تكرس على مدة أكثر من عقد الماضي من أين يجب البدء؟ ما هي أبرز الملفات المطروحة وملفات الملحة؟ نعم صحيح أن ملف الفساد هو ملف شائك والفساد هو موجود في كل المستويات وإذا اعتبرنا المجال الاقتصادي فإن إقرار قوانين لا تخدم المصلحة الوطنية فهو أيضا فساد وبالتالي عندما نتكلم عن الفساد ليس يعني لم يكن اختزاله في شخصيات أو في مناصب ولكن أيضا حتى في القوانين التي تم تمريرها والتي تسببت في انهيار الاقتصاد التونسي ما أقدم عليه رئيس الجمهورية يعني صحيح هي خطوة إيجابية ولكن لابد من المثابرة ولابد من الوصول إلى مصادر والأسباب التي أدت إلى هذا الفساد طيب ما هي هذه المصادر والأسباب؟ وربما سيدة جنات ربما أنت أشرت إلى مسألة القوانين لأن العديد ما ينتقدون قانون المصالحة الإدارية لسنة 2017 ليعتبر بأنه نوع من طبيض للفساد وبالتالي إلى أي حد ما هو حجم هذا الفساد وإلى أي حد ما مأسسته في الدولة التونسية نعم قانون المصالحة عندما جاء يعني يقبل بعديد الانتقادات إلا أنه تم تمريره أيضا وتم يعني وعد التونسيين بأن هذا القانون سيكون أو سيوفر لتونس نقطتين من نسبة النمو إلا أن هذا القانون عمق الفساد واليوم هناك عديد القوانين التي غفلت وفتحت الأبواب أيضا على فساد جديد فساد ينخر الاقتصاد الوطني من الداخل ومقاومته ليس من السهل باعتبار أن هذه القوانين لابد من مراجعتها ووضحة تحت مجهر الدستور لإلغاءها والإلغاءها يتم أيضا بالقانون وبالتالي عندما نتحدث عن حجم الفساد يعني سيدتي هذا الفساد تسبب في خسائر لا يمكن تقديرها خاصة على مستوى النمو وخلق مواطن الشغل وخلق المشاريع باعتبار أن هذا الفساد أثر على موارد ميزانية الدولة اليوم ميزانية الدولة تشكو شح السيولة وذلك بسبب التهرب الجبائي بسبب الاقتصاد الموازي بسبب التوريد العشوائي بسبب تدمير منظومة الانتاج وقطاعات المنتجة إذن هذا الفساد صحيح تمت ممارسته من خلال الإدارة التونسية ومن خلال مناصب وزارية ومناصب إدارية ولكن اليوم لا يمكن اختزاله في عملية واحدة واعتقد أن الحرب على الفساد لا يمكن أن نحمله كشعار ولكن لا بد أن يكون الحرب على الفساد عقيدة ولا بد أن يترجم من خلال القوانين وأعتقد أنه ما أقدمت عليه يعني البرلمانات السابقة من تمرير عديد القوانين التي لم تخضع لدراسات علمية وموضوعية من باب آثارها وتداعياتها على السيادة الوطنية وعلى المديونية اليوم تونس حقيقة المطروح اليوم وبصفة استعجالية في نفس درجة القضاء أو بحربة الفساد هو إنقاذ تونس من الإفلاس أستاذ عبد السلام يعني هناك رئيس المرصد الرقابة يقول أنه صفقة واحدة من بين أربعة صفقات لم يتم التدقيق في البقية الأخرى لنقل الفصفات كلفت دولة خسائر بسبعين مليون دينار كتقديرات على أقل تقدير حسب التأكيد بالتالي إلى أي مدى القوانين لإدارة تحالف السياسة وعلى رأسها النهضة مع الفساد كلف البلاد وإلى أي مدى الدولة الآن قادرة على مواجهة ومحاربة الفساد أمام هذه التركيبة بالإضافة للوبيات بطبيعة الحال مرحبا دعيني في البداية أشير إلى أن هناك قاعدة اقتصادية تقول أنه كلما ارتفعت نسبة الميزانية في الناتج المحلي الإجمالي كلما تعمقت أزمة الدولة تونس بدأت ميزانية بدأت 2010 بميزانية 7 مليار دولار وناتج محلي إجمالي ب45 مليار دولار وهذه تقارير البنك الدولي في 2020 سجلت تونس ميزانية ب18 مليار دولار وبناتج محلي إجمالي 38 مليار دولار يعني تراجع النتجة المحلي الإجمالي وارتفعت الميزانية أين هي كل ولم نجد أي تنمية تيلة العشر سنوات أين ذهبت الأموال الجواب الوحيد هو الفساد دعيني أشير أن فيما يتعلق بمكافحة الفساد هناك برجوازية ظهرت في تونس البرجوازية الوظيفية وهي التي تقتات وهي الموظفين في الدولة أصبحوا معناها لا تتجاوز رواتيبهم 2000-3000 دولار ويمتلكون في الاتفخمة بمسابح ومشكلة القوانين في تونس أنه ليس هناك مراقبة دعيني أشير إلى أن هناك ملف أول ملف بدأ به الرئيس قيس صعيد وهو ملف رجال أعمال والذي لم يلاقى الاهتمام الأعلامي الكامل ملف رجال أعمال اللجنة الوطنية لتقصي الحقاق حول الرشوة والفساد رصدت 463 اسم في هذا الرقم تعرض إلى ابتزاز طوال الحكومات المتعاقبة بعد الثورة يعني جاءت حكومة الباجي قيد السبسي أعلنت أن الـ 463 اسم أصبحوا فقط 120 اسم ممنوعون من السفر ثم جاءت حكومة النهضة وقالت أن هناك فقط 70 رجل أعمال ممنوعون من السفر ومن النظام البائد ثم جاءت حكومة مهدي جمعة وقالت أن هناك فقط 40 رجل أعمال ثم جاءت حكومة الحبيب السيد ولم تعلن أصلا عن هذه يعني لما نأتي ثم جاءت 25 يوليو ليعيد الحساب من الأول إلى 460 ولكن الرئيس يطرح مبدأ الصلح الجزائي الصلح الجزائي باسترداد هذه الأموال وهناك يعني اليوم حتى كان هناك 14 جمعية ومنظمة مدنية تقول أنه مع الصلح الجزائي اللي يقترحه الرئيس يجب أن يقدم هؤلاء اعتذار رسمي وعلني لكل من يشملوا الصلح ولكل من سهم في نهب المال العام التونسي برأيك هل هذا الطرح قابل للتحقيق بغض النظر على أن هذا الطرح يعتمد على تقرير أنجزة في سنة 2011 يعني من بين هؤلاء الأطراف أو رجال الأعمال أو الأسماء هناك من توفي هناك من يعني تراجع الثروات وهناك من ارتفع الثروات وبغض النظر على هذه الحسابات أعتقد أن التمشي الذي اقترحه رئيس قيسعيد والذي اقترحه قبل أن يتولى الرئيسة في سنة 2014 هو تمشي سليم لأنك ماذا ستربح من شخص ستودعه السجن يعني أعتقد أنه ستضرب عصفورين بحجر واحد الأول أنك ستحافظ على طبقة رجال الأعمال والهدف الثاني هو الاستثمار في المناطق المهمشة التي يخشى منها دائما رجال الأعمال والتي يخشى منها حتى الممولون في تونس من البنوك والهيئات المالية تمويل بحكم أن المشاريع دائما تصد بكلمة أن هناك هذه منطقة غير منطقة خطر أو منطقة تعاني تهميش كبير أو منطقة العائدات الضعيفة هذا سبب ولكن أعضب السلام أحل هذه الفكرة للسيدة جنات يعني من 2011 إلى يومنا هذا الكثير تغير وهناك طبقة استحدثت واستغنت على حساب سفقات عمومية سفقات على حساب الدولة خاصة فيما يتعلق بالفوسفات هذه القوائم أليست بحاجة إلى جهات مختصة وإلى استراتيجية واضحة لرصد كل الخروقات وكل المستفيدين خلال العقد الماضي نعم هناك أيضا تقارير محكمة البحاسبات هذه التقارير التي تصدر كل سنة وهي ترصد عديد الملفات ملفات الفساد في الإدارة التونيسية وفي عديد المستويات وقد لاحظنا أن كل هذه التقارير لا يتم أخذها بعين الاعتبار وبالتالي لنا من المصادر والجهات الرسمية التي تكشف مكامل هذا الفساد وبالتالي أعتقد أيضا أنه من أهم ملفات الفساد عدم التدقيق في المديونية الخارجية والصمت اليوم الذي يخيم على هذا الموضوع يمكن أيضا إدراجه في باب الفساد باعتبار أن تونس اليوم بمعنى أن صمت على عدم التدقيق في المديونية وكما أشار ضيفك الكريم تونس تحصلت على أموال ضخمة منذ الثورة إلى اليوم ولم نرى آثارها لا في التنمية ولا في المشاريع العمومية ولا في المؤسسات العمومية ولا أيضا في خلق مواطن الشغل ومقاومة الفقر والبطالة وبالتالي اليوم تونس مهددة ورئيس الجمهورية يتحدث عن الخطر الداهم فإنه مدعو اليوم إلى سحب هذه الآلية الخطر الدام على الشأن الاقتصادي من زاوية المديونية باعتبار أن هذه الزاوية عبارة على فتح باب التفريد في السيادة الوطنية تونس اليوم لها من الإمكانيات ولها من القدرات لإنقاذ نفسها دون اللجوء أو دون القبول باستدراجها إلى نادي باريس وتعلمون سيدتي أن الذهاب إلى نادي باريس واللجوء إلى آلية تحويل الديون إلى استثبارات هو باب تفريد الدولة في أصولها وفي مؤسساتها العمومية وبالتالي التفريد في سيادتها الوطنية ولا أعتقد أن هناك خطرا داهما أعلى وأخطر من تفريد البلاد في سيادتها خاصة وأن تونس اليوم مهددة من قبل وكالات التصديف الاتماني الدولية إلى إسقاطها لدرجة جيم باعتبار أن كل المؤشرات تدل على عدم إمكانية وعدم قدر التونس على تسديد ديونها في ظل حلول أجال عديد يعني القروض هذه السنة والشهر الماضي وهذا الشهر سددت تونس بقيمته يعني ألف مليار دولار بعنوان قرض تحصلت عليه على السوق المالي العالمي هناك استحقاقات في أكتوبر المقبل نعم نعم وأعتقد أيضا أنه طالما هناك صمت أيضا على عدم إنقاذ الدينار من الإنزلاق أيضا هو فساد وصمت على الفساد أيضا عدم مراجعة وإلغاء قانون استقلالية البنك المركزي هذا القانون الذي دمر وجعل ميزانية الدولة رهينة لداء البنوك المحلية هو أيضا باب من أبواب الفساد وعدم إلغاء هذا القانون سيتسبب لتونس التفريط أيضا في سيادتها وأيضا التفريط في ميزانية الدولة وجعل رأس المال العالمي والرأس المال الوطني ممثلا في البنوك المحلية يعني جعلها تهيمن على الاقتصاد وتعلمون أيضا التهديد الذي يمثل والاقتصاد الريعي وهذا الاقتصاد الريعي لم يأتي من فراغ ولا بالصدفة هناك يعني ميكانيزمات بهدت لهذا لتنامي هذا الاقتصاد الذي دمر أيضا القطاعات المنتجة وساهم في مزيد تفقير الشعب التونسي وفي مزيد تفقب البطالة وفي مزيد تهميش الجهات الداخلية هذه وجهة نظرة اقتصادية أريد أن أنقلها أيضا لأستاذ عبد السلام وربما قد طرحت على سيدة جنات سابقا وهي ما هي القضايا الملحة أو الأولويات لأن هناك من يطالب بعدلة انتقالية هناك من يطالب بالمساءلة هناك من يطالب بتنشيط قطاع أو إنقاذ قطاع الفوسفات على الخصوص هناك من يقول كما أشرت سيدة جنات استقلالية البنك المركزي إنقاذ الدينار الموازنة وما إلى ذلك ملفات شائكة معقدة متداخلة من أين يجب البدء وأي هدف للحرب على الفساد بالنهاية إذا لم يكن هناك استرداد للأموال الغريب أن كل القطاعات المركزية التي كانت تحمل الاقتصاد التونسي تعرضت للتخريب على مدى عشر سنوات عجيف يعني مثلا السياحة في كوفيد-19 انخفضت بسبعين بالمئة مثلا عائدات التونسيين بالخارج تراجعت وليس هناك أي نداء من الدولة أو تشجيع لتونسيين بالخارج رغم أنهم يتجاوزون المليون الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم على الأقل لم تتجر في إحداث وزارة رغم أنهم المصدر الأول العملة الصعبة أيضا هناك الدول العمومية 37 مليار دولار نحن بدأنا 2010 بـ 25 مليار دينار يعني 7 مليون مليار دولار وصلنا إلى 37 مليار دولار أين هي الأموال فقط أريد أن نشير إلى أنه إذا أردت أن تتحدث عن الفساد في تونس فتحدث فقط عن قطاع الفوسفات فهو مجسم صغير لقطاع الفساد في تونس قطاع الفوسفات في سنة 2008 كانت تونس وهي سنة مرجع سنة مرجع بالنسبة لتونس في إنتاج الفوسفات كانت تونس تنتج 8 مليون طن المغرب وهي في المرتبة الأولى تنتج 28 مليون طن اليوم المغرب تنتج 36 مليون طن وتونس تنتج 3 مليون طن يعني بشق الأنفس الرئيس المدير العام في تصريح في سنة 2019 للرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفسة قال أن تونس قد خسرت من سنة 2012 إلى سنة 2019 قد خسرت أكثر من 260 مليون دولار أكثر من 260 مليون دولار هناك تقرير نشرة لفرع هل كان فساد ممنهج يعني هل الهدف هو ضرب الدولة ضرب مقدراتها لأعتيك قطعة من الفساد هناك تقرير نشرة لفرع المنظمة الشاففية الدولية أنا يقض في تونس يقول أن نائب المجمد الذي تم تحجير السفر عليه هو وشقيقه قد كسب من الصفقات العمومية إلى حدود 2014 أكثر من 8.5 مليون دولار أي 23 مليون دينار تونسي يعني 8.5 مليون دولار كيف يعني بعقد صفقات والكلمة السحرية في الفساد في تونس هي الصفقات العمومية الصفقات العمومية يعني صفقات في نقل الفوسفات نقل الفوسفات عبر شركات الشاحنات نقل الفوسفات عبر الشاحنات على الأقل في مكان القطار يعني الشاحنة تكلف على الدولة من 8 إلى 13 دولار للطن الواحد ولكن عبر القطار تكلف الدولة 2 دولار فقط يعني هذه فكرة بسيطة عن الفساد في قطاع الفوسفات الآن مع فتح هذه الملفات سيدة جنات أو عدد من هذه الملفات لازمنا في البداية بطبيعة الحال هل القضاء قادر؟ لأن الدولة مخترقة القضاء مخترق ووزارة العدل مخترقة هل سيعمل قطب القضاء بكل حرية استقلالية بدون أي ضغوط خارجية تمارس على القضاء كما كانت تمارس ما قبل 25 من جوية هل لديهم كل الضمانات وكل أيضا الوسائل بما فيها البشرية واللوجستية لاستلام وفتح كل هذه الملفات نعم هو السؤال يبقى مطروحة اليوم ولكن الإجابة عنه باعتبار أن السيد رئيس الجمهورية جمع بين يديه يعني كل السلطات التنفيذية والقضائية وبالتالي والتشريعية أيضا وبالتالي السؤال المطروح اليوم إلى ما هي حدود استقلالية القضاء ولو أن القضاء التونسي اليوم يعني يناظل ويعمل على استرداد استقلاليته باعتبار أن هذه الاستقلالية تم خرقها في ظل يعني ملفات الفساد الموجودة يعني قبل الثورة وبعد الثورة أيضا بعد الثورة ربما أخذت منعرج آخر وبالتالي اليوم سيدتي يبقى السؤال مطروح إلى أي مدى في ظل تجميع رئيس الجمهورية لكل هذه السلطات سيمكن للقضاء أن يفرض استقلاليته وما نخافه حقيقة أن المدة أو الفترة الاستثنائية أن يتم التمديد فيها وهذا خوف عبر عنه القضاء وعبرت عنه عديد الجهات ونبهت إلى بخاطره وتوجهت إلى رئيس الجمهورية يعني ودعته إلى حقيقة اختصار المدة الاستثنائية والعودة إلى الشرعية شكرا جزيلا لك إذن الصحفية الاقتصادية جنات بن عبدالله وأيضا شكرا لك الكاتب الصحفي عبد السلام الهرشي شكرا لك